تعتبر قائمة التدفقات النقدية من أهم الأساليب للإدارة المالية لأي مشروع فهي توضح كمية النقود المتوقع ورودها وخروجها من مشروعك الناشئ كل أسبوع أو كل شهر وهي تساعد في التأكد من أن المشروع لن يخلو من السيولة النقدية في أي وقت من الأوقات يتم إعداد خطة التدفق النقدية عادة لتشمل عددا من الأشهر أي من ثلاثة أشهر إلى 12 شهران وهي تتضمن عددا من العمليات النقدية الواردة وأخرى للعمليات النقدية الخارجة لذا يجب التأكد من امتلاك الأموال النقدية الكافية لدفع التكاليف الإنتاجية والتشغيلية المستوجبة لماذا إعداد قائمة التدفقات النقدية مهمة في السمرار وتطوير المشاريع لأنها تساعد في الاستفادة من فرصة لتلقي الإنذار المسبقة حول حصول أي نقص في السيولة في المستقبل وتساعد في إمكانية تحكم بعمليات التدفق النقدية بشكل أفضل الأموال الواردة الأموال الصادرة كما تدفع صاحبة المشروع للحصول على السيولة الأموال النقدية عند الحاجة إليها ترجمة نانسي قنقر